السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احلى متابعين زهرة الكاميلية النهاردة معي مشروع جديد وهي توكت عباد الشمس واردة عباد الشمس تقدر اي مبتدأ تعملها لو اول مرة بتشوفي قناتي تنسيش تضغط اللايك والاشتراك وتقولي بتتابعيني من اي بلد هي بتبقى كده بيبقى فها ايه التوكة الصغيرة دي بنعملها كده ويدي سلسلة بتعلق فيها الوحدة ده الصغير بتضفرها كده باي نظام انت عايزاه تمام؟ الادوات المستخدمة ادوات المستخدمة معي معي ابرة تلاتة ومعي مقص ومعي ابرة تنظيف ومعي اتنين كليبس من دول او ممكن توكة من دي اتنين من دول تمام؟ الخيط الاساسي معي البني والاصفر لان هي وردة عباد الشمس وهنعوز شوية من درجات اللون ده الاخضر تمام؟ هنبدأ كده على بركة اللا باللون البني هعمل الدايرة السحرية تحت كده تمام؟ واسحب الخيط بتاعي دخل ابرة من هنا كده واسحب الخيط ده واعمل غرزة تسبيت واشد الخيط بتاعي كده ده خيط البداية هشده كده شوية وهعمل جوة الدايرة دي ستة حشو ستة غرز حشو دخل ابرة جوة الدايرة يبقى على الابرة اتنين اطلع من الاتنين كده تلاتة كده اربعة كده خمسة كده ستة عملت ستة غرز حشو بشد الخيط بتاعي كده تمام؟ اقفل الدايرة وفي اول غرزة حشو من هنا كده هقفل بمنزلك واخد خيط البداية معي بعدين ارتفح سلسلة بعدين اعمل غرزتين حشو في اول غرزة في نفس المكان بعدين كمان غرزتين حشو الستة هعملهم اتناشر غرزة حشو عملت اتناشر غرزة حشو وبعدين هقفل كده في اول غرزة تمام؟ بسوا حبيبي بقى يعني التوكة الصغيرة دي اللي معمولة تاني واحدة ايه مش الاولانية انا عاملها لحد اتناشر غرزة حشو تمام؟ التانية اللي هي الكبيرة اول توكة عملت فوق الاثناشر دول عملت ايه؟ ارتفعت سلسلة كده وعملت ايه؟ عملت واحد اول واحدة فاتة زايد يعني اتنين حشو تانية واحدة اتنين غرزة حشو تالت واحدة فاردي يعني غرزة واحدة يعني غرزة حشو وغرزة فاردي يعني غرزتين وغرزة غرزتين وغرزة غرزتين وغرزة غرزتين وارجع لكم. اقفل بمنزلقة كده في اخر الغرزة. فاول غرزة اختفعت بيها. وهقص الخيط بتاعي. وهعمل كمان واحدة زي دي كده. وارجع لكم. بوسي حبيبي بقى قبل مقطع التانية كده. انا بحط اتنين مع بعض كده. بعمل الدايرتين قضي بعض. وبحطهم على بعض كده. وقبل مقطع خيتي ده. بعمل ايه? بحط دي. دهر الشغل اهو. بحط التانية برضو ضهرها كده. ودخل ابريتي كده من هنا. في الغرزة المقابلة. شد الخيط بتاعي. واعمل منزلقة. وبعدين ارتفع سلسلة. وبعدين في نفس المكان. هعمل غرزة حشو. وبعدين قصد كل غرزة. هعمل غرزة حشو. اخطهم مع بعض كده. واعمل غرزة حشو. يعني الاعداد زي بعضها. اعمل في كل غرزة غرزة حشو واحدة. كل غرزة باعمل بقفلهم مع بعض كده. غرزة حشو واحدة. الشكل ده. هعمل في كل غرزة غرزة حشو واحدة كده. وارجع لكم. ابقفلت الدايرتين مع بعض. كده. قفلت الدايرتين مع بعض. اهو. تمام? ارتفع غرزة كده. سلسلة. واقص الخيط بتاعي. بعدين بعمل ايه? بجيب الخيط الاصفر بتاعي ده كده. اللي هشتغل بيه. البتلة بتاعتنا دي. تمام? الدايرة دي. للا ايه? اللي هي الكبيرة دي. لأول واحدة هتعمليها. اما الصغيرة بنعمل لحد التزايد بتاعي الـ 12 غرزة حشو. 12 غرزة حشو. ما بنعملش تالت دور. يعني يا راون دي التالت ما بنعملوش. في اللي ايه? في الوردة دي. تمام? انت حبيبي بقى الخيط المستخدم معايا اه هو خيط طيقار ما ماشي. انت ممكن تستخدمي اي خيط انت عايزها. اي نوع خيط انت عايزها. تمام? ادي الابرة قلتلكو تلاتة. انا هاجي كده من اي غرزة من دول. وهدخل ابريتي كده هنا. هنا مش. حرف الفي اهو. انا هنزل ابريتي تحت الغرزة هنا كده. اهي. تمام? وهعمل ايه? هجيب خيتي كده. اشد الخيط. واعمل غرزة سلسلة. بالشكل ده. واختفح كمان سلسلتين. هتبقى معايا بمثابة عمود. هجيب كده لف الخيط. كده. اشد الخيط. واطلع من واحدة. من حلقة. وكمان من حلقتين. وكمان من حلقتين. بقى معايا كده عمودين. بس انا بطلع من حلقة واحدة كده عشان الخيط يكون متماسك. العمود كنا بنعمله كده. بنطلع من اتنين وكمان من اتنين. يعني كنا بنعمله كده. نطلع من اتنين وكمان من اتنين. لا انا في الغرزة دي انا هختلف لان انا خيط رفيع وعايز العمود بتاعي يبقى متماسك. فهعمل ايه? هلف الخيط كده. شد الخيط. واطلع من حلقة واحدة. وبعدين الف الخيط واطلع من حلقتين. وبعدين الف الخيط واطلع من حلقتين. في نفس المكان. وبعدين اعمل سلسلتين. شفتوا يعني اخر العمود احنا عملها في حلقتين اهم. اهم. بدخل فيهم كده. واطلع من حلقتين اللي على الابرة. يعني بعمل غرزة بيكو. بعدين الف الخيط على الابرة. وانزل كده. اطلع من واحدة. وكمان اطلع من اتنين. وكمان اطلع من اتنين. بعدين الف الخيط. وانزل كمان اعمل كمان عمود. اطلع من حلقة. هلف الخيط واطلع من سلسلة. ولف الخيط واطلع من اتنين. ولف الخيط واطلع من اتنين. كده عملت عمودين. كده طبعا عملتي تلاتة من هنا. وبعدين غرزة البيكو وعمودين هعمل ايه؟ هارتفح سلسلتين وهقفل كده في نفس المكان هعمل غرزة سحب اللي هي المنزلق بالشكل ده تمام؟ وبعدين هارتفح ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة وهاجف الغرزة اللي جنبها اللي هي دي كده دي وهعمل وهعمل نفس اللي عملته هنا يعني هعمل كده هتدخل عبرة كده واطلع من واحدة وكمان من واحدة وكمان من واحدة وبعدين ألف الخيط وانزل أعمل عمود تاني أطلع من سلسلة وكمان من اتنين وكمان من اتنين وبعدين ارتفح سلسلتين واجيك هنا كده في الحلقتين دول كده أسحب الخيط بتاعي واطلع من الحلقتين أعمل غرزة حشو وبعدين ألف الخيط في نفس المكان وادخل أعمل عمودين عمودين بطلع من سلسلة وكمان من اتنين وكمان من اتنين كده عملت عمودين بارتفع سلسلتين وباجي في نفس المكان ده وبعمل غرزة سحب وبعمل غرزة سحب بالشكل ده كده أنا عملت بتلتين تمام؟ بتبقى البتلة معايا كده بعدين بارتفع ثلاث سلاسل بعدين باجي في الغرزة اللي بعدها اللي جنبها على طول دي بس اهي جنبها على طوب اهي وبعمل نفس البتلة أطلع من واحدة كمان من واحدة بعدين أعمل كمان عمود بعدين سلسلتين وبعدين أدخل في الحلقتين دول كده أعمل حشو بعدين أشتغل عمودين كله في نفس المكان وبعدين سلسلتين بعد العمودين سلسلتين وبعدين في نفس المكان وأعمل منزلق تبقى معايا بالشكل ده وبفضل شغال عغاوند ده كله نفس البتلات دي في كل غرزة بعمل بتلة تمام أنا هعمل في كل غرزة بتلة لحد ما وصل للآخر كده وارجع لكم ترجمة نانسي قنقر 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 فاضل اخر واحدة كده. اهي. تمام? باختفع بقى تلت سلاسل. بعدين اجي كده. غرزة دي. اعمل البتلة بتحت. بلف الخطة على الابرة. بدخل كده في الغرزة كده. وبعمل اعمود. اتنين. بالتلات سلاسل يبقوا تلاتة. وبعدين بعمل غرزة الباكو. وبعدين بخش في الحلقتين دول. اعمل حشو. وبعدين اعمل. اعمدين كده. وبعدين سلسلتين. وبعدين اعمل غرزة سحب. بالشكل ده. بعدين بعمل سلسلة كده. وبعدين بقص الخيط بتاعي. وبقت معي البت الوردة بالشكل ده. تمام? بدخل كده. كده. التوكة بالشكل ده كده. اهي. او بحط مثلا التوكة دي هنا كده. بخيطها. تمام? اي توك. وبعدين هاخف الخيط ده. الوردة بتاعتي كده. حطاتي التوكة كده. بالمنظر ده. عايزين نعمل بقى السلسلة دي. اللي احنا هنعمل فيها التوك دي. تمام? هسيب يجي اتنين متر كده من الخيط. كده. وهبدأ اعمل ايه? هاجي كده. واعمل السلسلة بتاعتي. تمام? واجي كده. الف الخيط على السلسلة. على الف الخيط كده اللي انا سبته. كده. واعمل السلسلة. كده. عشان تبقى ايه? تبقى متماسكة معي. الف كده. كده. واطلع من الاتنين. الف كده. واطلع من الاتنين. كده. الف الخيط على الابرة اللي انا سيباه. واطلع من الاتنين. بلفه كده عكس الابرة كده. مش بالف كده. بالف كده. بلف الخيط الاول. اهو. بقت معي السلسلة بالشكل ده. وهعمل الطول اللي انا عايزاه. علشان ايه? اركب السلسلة دي هين. كده. تمام? هتعملي بقى السلسلة بتاعتك. عالطول الورد اللي انت عاملاه. بعدين في الاخر كده. بتقطع الخيط. بالشكل ده. وبتربطيه ببعضه. عشان انت شغالة في الاتنين. كده. عبرة التنضيب بتلدومها كده. بالشكل ده. طبعا انا عاملا السلسلة على قد الوردتين. يعني انت لو هتعملي اكتر بتعملي سلسلة اطول. بنفس الطريقة اللي انا شرحتها. تمام? بتدخلي كده من تحت الطوقة كده. بتدخلي الايه? السلسلة بتاعتك. اهي. كده. بتدخلي السلسلة بتاعتك كده. بالشكل ده. من تحت الطوقة. انت عايزة تثبتها بخيط بقى بتثبتيها. ما فيش اي مشكلة. بتجيب الورد التانية. ولتكن انت مسلا هتعمل الورد هنا. بس انا هعملها في الاخر كده. يعني هتيجي تجيب التوقة التانية كده. والدخلي ايه? سلسلتك فيها كده. وهكذا. لو انت عاملة ورد بقى كتير بتلضميه بنفس الطريقة دي في كده. بالمنظر ده. بس انا عشان عاملة الوردتين دي هتبقى دي اخر وردة بالنسبة لي. كده. بالشكل ده. انت عايزة تعملي بقى في المنتصف ورد تعمل السلسلة على قد ما انت عايزة. والورد اللي انت عايزها. وانا هقص الخيط كده. ده. وهدخل مسلا التوقة دي عشان دي هتبقى طرف الايه? طرف التوقة بتاعتي. يعني اخر اخر حاجة في التوقة بتاعتي. هدخل التوقة بتاعتي دي هنا. وهجعلكم. كده. تمام? وبعدين هاجي دي كده. هركبها في الطرف برضو كده. بقت معي بالشكل ده. بالمنظر ده. بتلفي السلسلة كده على الشعر. وتثبتي من هنا كده. كده. انت بقى بتستخدم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغط اللايك والاشتراك عشان يوصل لك كل جديد. انا بعمل. الان أنت بخص ... مراً للا البعض